حمزة رجل صالح أنجبت له زوجته منذ عامين طفلاً جميلة ومنذ ذلك اليوم وهي تعتمد على خادمتها الأسياوية في كل أعمال البيت ومع ذلك لم تهتم بنفسها حتى زاد وزنها وغاب جمالها في الشهور الأخيرة لاحظت الزوجة تغيراً في تصرفات الخادمة حيث أصبحت تضع المساحيق وتمشط شعرها وتهتم بملابسها وتذكرت الزوجة رفضها لطلب الخادمة منذ عام عندما توسلت إليها لتوافق لها بالسفر إلى زوجها لأنها أحبت ابنهما وتريد أن تنجب طفلاً جميلاً مثله كل هذه الأشياء جعلتها تشك في أن الخادمة تعرفت على رجل واتخذته خليلاً خاصة وأن غرفة الخادمة في فناء البيت وما عليها إلا أن تترك الباب مفتوحاً فيدخل صاحبها إليها ليلاً ثم قالت الزوجة في نفسها لابد أن هذا الرجل هو زوجي حمزة سوف أنصب له كميناً وأمسك به متلبساً مع الخادمة وفي المساء أخبر حمزة زوجته بأنه سيسهر مع أصدقائه وسيعود منتصف الليل فقالت له لا بأس ولكنني متعبة وقد لا أستطيع السهر لانتظارك ابتسم حمزة وقال وهل كنت من قبل تنتظرين عودتي؟ وبعد خروج حمزة جاءت الخادمة متعطرة جميلة وأخبرت الزوجة أنها ستذهب للنوم فطلبت منها الزوجة أن تدخل إلى المطبخ حيث جهزت لها عملاً كثيراً ثم تسللت هي إلى غرفة الخادمة وجلست تنتظر زوجها ثم نظرت إلى المرآة فوجدت نفسها أقل جمال من الخادمة فقالت لنفسها هذه الخادمة مشغولة أكثر مني ومع ذلك وجدت وقتاً تهتم فيه بزينتها وفجأة سمعت صوت الباب الخارجي يغلق ودخل رجل غريب لم تره من قبل فصرخت صرخة شديدة جعلت الخادمة تسرع إلى غرفتها وتقول للزوجة هذا زوجي أرسلت له عقد عمل كسائق بعدما رفضت طلب بالذهاب إليه لشهرين أسرعت الزوجة إلى غرفتها وتساءلت ماذا لو دخل حمزة ورأى الغريب معي في غرفة الخادمة ثم استغفرت ربها لسوء ظنها وامتدت يدها إلى أدوات الزينة بعد قطيعة طويلة وعندما عاد الزوج ووجدها مستيقظة قال لها بدهشة ما الذي حدث وأيقظك حتى الآن لو كنت أعلم أن هذا الجمال في انتظاري ما تأخرت ابتسمت الزوجة ثم سألت ما الذي جعلك تصبر علي ولم تتزوج بأخرى فقال لها أوصان النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا وقال في حديثه الشريف لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا شاب صالح اشتهر في المدينة بين الناس بحفظه للقرآن وبإجادة لا مثيل لها مستقيم على طاعة الله ووصول لرحمه ولكنه كان فقيرا وكفيف البصر ورغم ذلك كان في غاية الشوق للزواج ويعرف أن الصفات التي تحبها النساء ليس فيه شيء منها ومع ذلك ذهب لوالده وقال له أريد الزواج ضحك والده ساخرا منه كي ينسى موضوع الزواج تماما وقال له هل أنت مجنون؟ من الذي سيزوجك؟ أولا أنت أعمى وثانيا نحن فقراء فهوّل على نفسك كان عمر الشاب قرابة خمس وعشرين سنة فذهب إلى والدته وهو يكاد أن يبكي يشكو لها الحال لعلها تنقل ذلك إلى والده مرة أخرى فإذا بها مثل الأب حيث قالت له يا ولدي أين أنت والزواج؟ هل أنت فاقد عقلك؟ أين لنا بالمال لنأتي لك بزوجة؟ فكما ترى حالتنا المعيشية كم هي ضعيفة وأهل الديون يطالبوننا صباحا مساءا وفي ليلة من الليالي وهو يراجع حفظه للقرآن قال لنفسه عجبا لي أين أنا من ربي أرحم الراحمين؟ أنكسر أمام أمي وأبي وهم عجزة لا يستطيعون شيئا ولا أقرع باب حبيبي وإله القادر المقتدر فقام وصلى في آخر الليل كعادته ثم رفع يديه إلى الله وعيناه تبكيان وقلبه منكسر وقال إلهي يقولون أنني فقير وأنت الذي بيدك أمري ويقولون أنني أعمى وأنت الذي خلقتني إلهي وسيدي ومولاهي تعلم ما في نفسي من رغبة في الزواج وليس لي حيلة ولا سبيل إلا بك اعتذر لي أبي وأمي لعجزهما وأنت الكريم الذي لا تعجز إلهي يا أرحم الراحمين يسر لي زواجا طيبا عاجلا تريح به قلبي وتجمع به شملي ولأنه بدأ القيام مبكرا نام بعد صلاة الفجر مباشرة فرأى في المنام أنه في مكان حار كأنها لهب نار وبعد قليل فإذا بخيمة نزلت عليه من السماء وغطته وحدث معها من البرودة شيء من الأنس حتى استيقظ من شدة البرد بعد الحر الشديد استيقظ مسرورا بهذه الرؤية وفي الصباح ذهب إلى عالم من العلماء معبر للرؤية وحكى رؤيته فقال له الشيخ يا ولدي هل أنت متزوج أم لا؟ فقال له لا لم أتزوج لأنني رجل كفيف وفقير ولقد طرقت باب ربي وقت السحر وعزمت على استجابته دعائي فقال الشيخ اذهب يا ولدي وانظر أطيب بنت في خاطرك واخطبها فإن الباب مفتوح لك كن واثقا في نفسك ولا تذهب منكسرا وتقول أنا كفيف سأبحث عن كفيفة مثلي فكر الشاب في نفسه وقال والله ما في نفسي إلا ليلة أجمل من بالمدينة وصاحبة الحسب والنسب والتي ترفض كل شهر خاطبا لها فذهب الشاب وطلب من والديه أن يذهب إلى أسرة ليلة ليخطباها له فتعجب من اختياره لأجمل من بالمدينة ورفض طلبه ساخرين منه فذهب بنفسه ودخل على أهل الفتاة وسلم عليهم ثم قال جئت إليكم أخطب ابنتكم فقال والدها أهلا وسهلا ومرحبا بك يا حامل القرآن والله يا ولدي لا أجد أطيب منك لكن أرجو أن تقتنع بك ابنتنا ثم ذهب لابنته يأخذ رأيها وقال لها يا ابنتي جاءك شاب على خلق ودين كما تتمنين صحيح أنه أعمى لكنه مبصر بالقرآن معه كتاب الله عز وجل في صدره فإن رأيت زواجه منك فتوكري على الله فقالت البنت والله أنتظر مثل هذا الشاب التقي منذ أعوام طويلة توكلنا على الله وخلال أسبوع فقط تزوج الشاب بتوفيق الله وتيسيره وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون تعلق قلب سامي منذ الطفولة بابنة عمه التي تصغره بأشهر قليلة وكان والده قبل وفاته قد وعده بإتمام قصة الحب هذه بالزواج ولكن بعد وفاة الأب وبعدما أصبح سامي شابا رفضت الأم هذا الزواج لأنها تعلم أن شخصية ابنها ضعيفة أمام جمال ابنة عمه وقوة شخصيتها وخافت من تأثيرها على ابنها وأخذه منها خاصة وهو وحيدها وبعد تدخل أفراد العائلة وافقت الأم على مضض وتم الزواج ومن أول يوم بدأت الزوجة تنتقم من حماتها حيث افتعلت العداء معها وتمادت في إذائها دون سبب خاصة كلما تذكرت رفضها إتمام الزواج واستطاعت إحكام قبضتها على زوجها حتى أصبح لا يهتم بأمه ولا يسأل عنها رغم وجودها بالطابق الأسفل ولا يفصله عنها سوى بعض درجات سلم ومرت الأعوام وأنجبت الزوجة طفلين واستمرت في إذاقة حماتها كل أصناف الإهانة حتى جاء اليوم الذي سددت فيه الأم لزوجة ابنها ضربة قاضية ففي ذلك اليوم مارضت الأم فنزلت الزوجة لتزورها أو توديعها وتسمع وصيتها ولكن حماتها لم تقل لها سوى جملة واحدة لعن الله الجهل عندما عاد الزوج وعانم بمرض أمه ذهب إليها ثم صعد إلى زوجته عابس الوجه حزينة فظنت الزوجة أن حماتها قد ماتت ولكن الزوجة نفى موت أمه وخرج دون أن يكلمها فشعرت أن حماتها قالت لزوجها ما أغضبه فنزلت بكل غرور وسألتها بأسلوب تهكمي ماذا قلت يا عجوز لابن عمي؟ قالت لها الأم لعن الله الجهل لقد كنت جاهلة وأرضعتك وابن عمك سويا وسمعت الشيخة في الإذاعة يقول إن الأخت بالرضاعة لا تتزوج أخاها من الرضاعة وسألت العلماء فقالوا لي زواج ابنك باطل صرخت الزوجة في وجهها وقالت لها أنت حاقدة لقد دمرتني ثم دارت الدنيا بالزوجة وسقطت منهارة وعندما سألت أمها عن موضوع الرضاعة أخبرتها بأن حماتها أرضعتها رضاعات لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة ولكن حماتها أقسمت لها أنها أكثر من أصابع اليدين وبعد رفع الأمر للقضاء صدر الحكم بالتفريق بين الزوجين دون طلاق وانهمرت دموع الزوجة وسارت بحر وتذكرت عظيم الجرم والظلم الذي ارتكبته في حق حماتها المسكينة التي لو عاملتها معاملة طيبة ربما لم تتمسك برواية الرضاعة التي أصرت عليها حتى تحطم قلب ابنها وزوجته وبكى الإبن الذي لم ينصف أمه مرة واحدة ونسي قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا